الربح من مشاهدة الاعلانات طبعا اكيد تشاهد انت مقاطعة كثيرة على تيك توك تقول لك الربح من مشاهدة الاعلانات او تكتب عنوين اعلانات وبعدها تشاهدن وبعدها تشاهد الاعلانات الموجودة ورح تاخذ عملات يعني بهذا الصياغ اللي هما يسوون هذا المقطع طبعا هاي المقاطع كلها كذب لانه ما بيش يسمو تشاهد الاعلانات وتاخذ الان رح اشرح الطريقة الربح من الاعلانات لكن الربح من المشاركة بالاعلانات يعني شلون تدخل على الاعلان وتشارك بيه بمقطع فيديو تنشره وتربح انت منها بهذا الشكل اول شي رح ندخل على مركز المبدعين بهذا الشكل وطبعا تتأكد من الملف الشخصي الخاص بك مثل مو شايف الملف الشخصي الموجود لك بعدها الرد نرجع على المركز المبدعين نضغط هاي طبعا مثل مو شايفي كثير اعلانات تقدر انت تدخل على اي اعلان منهن وتشارك به طبعا الاعلان اللي بدك يا انت اول اكثر اول اقل المهم تشارك باعلان يخص المحتوى الخاص بك مثل مو شايف بعدها تدخل على الاعلان منهن وتحط تسجيل وبعدها تحط نبذ عنك طبعا شارحة سامغة لكن بدر الدعيدة تحط نبذ عنك اي شي انك صانع محتوى يعني مو ضروري تكتب نفس الكلام اللي كتبته لكن تقدر تكتب اي شي عن المحتوى الخاص بك يعني تشرح المحتوى اللي انت تنشره مثل مو شايف يعني سواء الرياضة او اي شي بعد ما تنتهي من الكتابة تختار فيديو لك اللي بدك تنشره الفيديو اللي تريد تنشره على الاعلان بعد ما اخترت الفيديو تحط البريد الكتوني ورغم الهاتف مثل مشايبة الخانة بعدها تحط التالي من تحت وتراجع المعلومات وبعدها التالي وهكذا تم ارسال الطلب هذا الشكل تم ارسال الطلب مو مثل بعض المرويجين اللي روجون يقولون انه تقدر تربح عن طريق مشاهدة العلانات لا عن طريق الناس هي تشاهد العلانات اللي على فيديوهاتك و بس و ان شاء الله يكونوا فهمتهم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة